اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة المتتالية العددية يعني التعريف والرتابة والمحدودية والتقارب والتباعد وهكذا اذا ما زلنا في التمارين الاولية التي من خلالها نتعرض الى افكار المتتالية بصفة عامة والتقنيات الموجودة في هذه المواضيع ثم بعد ذلك نعرج على التمارين المتنوعة التي طرحت في امتحان شهادة البكالوريا اذا هذا التمارين يحمل فكرة معينة اذا يجب عليك ان تتنبه اليها يعني لو تطح في سؤال تعبا كالوريا تكون عارف كيف تجيب لهذا السؤال اذا التمارين امامكم يمكن ان تقرأه بتأني ثم توقف الفيديو للحظات لتحاول ثم بعد ذلك تطلع على الحل الحل معطية التمارين اذا اضطنا UAN متتالية عددية حدها الاول لم يعطى لنا عادة لما تعطى لنا متتالية تراجعية يعطى لنا الحد الاول طبعا غير معدومة لماذا هنا اقتشطات غير معدومة فقط لكي تكون الكتابة هذه صحيحة لان مقام هنا نرى أن يجب أن يكون غير معدول مدام معرف على أن فحدها الأول بسفر إذن حدها الأول بسفر وعطانا العلاقة الثراجعية التي تهمنا هي أن زائد واحد تساوي أربعة أن ناقص ثلاثة على ماذا؟ على أن مقرقمها بنشر ملاحظة فقط دائما أنبه أبناء الطلبة لما يعطينا طبيعة النوع المتتالية سواء كانت تراجعية أو معرفة بحدها العام دائما نكتب الدالة المرفقة لاحظوا الآن في التراجعية لو أردنا إظهار الدالة المرفقة نتبع بالشكل التالي U1 زايد واحد تساوي أف لـ U1 إذن حاولوا تفرقوا بين التمارين السابقة التي عالجناها كانت المتتالية معرفة بحدها العام فنكتب U1 زاوي F لـ N يعني في مكان الـ X N أما هنا في مكان الـ X هو U1 إذن هذه نسميها علاقة طرح ما هي الدالة؟ الدالة معرفة على المجموعة ذي بالشكل التالي في مكان U1 نكتب X إذا نصبح ربعة X ناقص ثلاثة على X إذن هذه نسميها الدالة المرفقة لهذه المتتالية لكن تفرق مجموعة التعريف ليس مثل المتتالية المعرفة بحدها العام وين اشترطنا أن يكون D يساوي 0 مغلق زائد مال النهاية أما هنا مجموعة التعريف هي A مجموعة طبعا لو كان عدي أسئلة متعلقة بالمحدودية يعني هل المتالية محدودة من الأعلى أو محدودة من الأدنى لا استخدمنا في إثباتنا للمحدودية هذه الدالة مثلا طبعا نظن الدالة في هذا التمرين لا نحتاجها سوف نؤجلها إلى تمرين لاحقة في حصص أخرى بحول الله المطلوب في السؤال الأول إذن واحد تعين قيم U0 هو الحد الأول التي من أجلها تكون UN ثابتة طبعا على الآن لأنه معرف على الآن ما عليك عز الضالب إلا أن ترجع للدرس دائما نحاول تحل التمرين بالرجوع إلى الدرس ماذا ينص قانون المتتالية الثابتة طبعا هذا رات داخل في الرتابة لو ذكروا معايا متى نقول عن المتتالية UN أنها متزايدة أم متناقصة أم ثابتة نقوم بدراسة الفرق UN زائد واحد ناقص UN إذن هذا هو الذي يحدد رتابة المتتالية إن وجدناه موجبا قلنا أن المتتالية متزايدة إن وجدناه سالبا قلنا أن المتتالية متناقصة إن وجدناه معدوما هذا حردنا قلنا أن المتتالية ثابتة إذن نقوم بدراسة التعريف تكون ثابتة إذن نعلم أن UN ثابتة على أن طبعا وفقط إذا كان من أجل كل أن من أن نقوم UN زائد واحد ناقص UN يساوي سفر UN زائد واحد ناقص UN كم يساوي؟ يساوي السفر أي ما معنى هذا؟ معنى أن UN زائد واحد يساوي UN نقوم بأن UN جهة أثانية ماذا تعني هذه؟ مش معنى أن الحد هذا يساوي الحد هذا ماذا مرانا كاتبي من أجل كل آن من آن؟ هذا تعني أو هذا يعني أن جميع الحدود متساوية هذه بتفيدني جميع الحدود متساوية أي أن من أجل كل آن من آن طبعا جميع الحدود متساوية يعني UN زائد واحد يساوي UN يساوي UN ناقص واحد يساوي U1 يساوي الحد الأول كل الحدود متساوية هذه معنى المتتالية ثابتة لماذا اخترت هنا U0؟ لأن السؤال يدور حول U0 سأطلب نعين قيم U0 فيجب أن نظهر U0 ماذا نفعل الآن؟ نذهب إلى العبارة نجمة ونعوض كل الحدود بE0 إذن و منه نجمة تكافئ ماذا برعا المتتالية ثابتة يجوز لي أن نعوض الحد هذا بE0 والحد هذا بE0 و E5 نعوض بE0 E10 نعوض بE0 لماذا؟ لأن الحدود كلها متساوي إذن هذا يصبح E0 وهذا أيضا 4 أربعة E0 نقص ثلاثة على E0 طبعا هذه معادلة بسيطة مجهولها E0 تحلها بسهول نضرب الطرفين في الوساطين تحصلوا على E0 مربع تساوي أربعة E0 نقص ثلاثة المجاهيل في جهة والمعالم في جهة لكن هذه لو كان درجة أولى هذه رأي درجة ثانية إذن نحاول ندرها معادلة سفرية ونعالجها بالمميز دلتا أو بطرق أخرى طبعا هذه عبارة عن E0 مربع هذا نقل الجهة الثاني يصبح ناقص ربعة E0 زائد ثلاثة يساوي السفر E0 مربع ناقص ربعة E0 زائد ثلاثة طبعا اللي رأي مش عارف الرموز هذي ممكن درها نضع E0 يساوي X ويحلها X مربع ناقص ربعة X زائد ثلاثة يساوي سفر هو أحب لكن واضح الآن هذه معادلة من الدرجة الثانية المفروض نحلها بالمميز دلتا ثم على حسب دلتا نعطي الحلول لكن هذا لا يحتاج إلى دلتا نريد أن نربح الوقت مدام عدتكم هنا مجموع المعاملات معدوم إذن عدتكم هنا الواحد وهنا الثلاثة ربعة ناقص ربعة يساوي السفر ما معنى هذا؟ معنى الواحد هو أحد الحلول فنكتب E0 ناقص الواحد اللي ذكرناه والباقي يتحلل بالشكل التالي عدتكم هنا E0 مربع إذن هذا ره يبتج من ضرب الأول في الأول ماذا نقترح هنا باش يكون هذا في هذا يعطينا E0 مربع واضح؟ هو E0 ثم بعد ذلك نكتب الثلاثة قالنا فقط معامل ثلاثة نتبه ناقص أو زائد ناقص واحد في هذه القيمة يعطينا ثلاثة إذن لازم نتبه هنا ناقص ثلاثة إذن هذا هو التحليل الجداء يساوي سفر معناه الأول يساوي سفر أو الثاني يساوي السفر هذه نتحصل منها على E0 يساوي واحد والثانية E0 كم يساوي ثلاثة ومنه توجد قيمتان لـ E0 تجعل E0 أو تجعلاني E0 ثابتة إذن ومنه مجموعة مجموعة قيم E0 التي تجعل E0 ثابتة هي المجموعة S حيث S تساوي قيمة الأولى هي واحد والقيمة الثانية هي ثلاثة وهي طبعا القيم لماذا؟ للحد الأول وبالفعل لو تأخذ القيمة الأولى E0 سوى واحد وتحسب الحد الثاني والثالث تجد جميع الحدود متساوي وكذلك الأمر بالنسبة لثلاثة هذا من يخص السؤال الأول نمر الآن إلى السؤال الثاني في فرضية الفراضيات نفرض أن E0 يساوي ثلاثة طبعا مدام E0 يساوي ثلاثة وجدناها سابقا فالمتتالية ثابتة إذن الفراضيات E0 يساوي ثلاثة نستنتج منها إذن ومنه E0 ثابتة لماذا؟ لأن أعطينا E0 يساوي ثلاثة ولا تساوي واحد عند إذن المتتالية ليست ثابتة ماذا طلبا منا؟ حساب المجموعة المطلوب حساب بدلالة N بدلالة N المجموعة S ما هو S S يساوي يبدأ من الحد الثالث هذا الحد الثالث E2 زائد E3 زائد E4 إلى غاية E1 كملاحظة دائما لما يطلب منا إيجاد مجموعة أو حساب مجموعة نتذكر أولا نوع المتتالية إذا كان المتتالية حسابية لدينا قانون يسبح لنا بحساب المجموعة تكون حافظة طبعا سوي عدد الحدود على 2 قوس الحد الأول زائد الحد الأخير إذا كان متتالية هندسية أيضا لدينا قانون أما إذا كان متتالية مجهولة النوع مجهولة لا نعرفها لا هندسية ولا حسابية عندئذ نقوم نقوم بالاشتدهادات الخاصة أجتهب لوحدك تحسب لأثنين على حداء سيغته فقط دون أن نحسب قيمته الفعلية وإي ثلاثة كذلك وإي ربعة كذلك إلى أن نصل إلى سيغة للجهل إذا هذه هي القاعدة العامة لكن قبل هذا يجب أن نعرف حدد الحدود إذا S N هو مجموع كما نحط طبق القانون مدام هذه الحدود متعاقبة E2 J بعد E3 J بعد E4 J بعد E5 وهكذا نستطيع أن نطبق القانون ما هو القانون الدليل الأخير إذا مجموع N ناقص الدليل الأول 2 زائد 1 هكذا إذا دائما هذي اللي بالأحمر هو قانون عدد الحدود بشرط تكون متعاقبة بالفعل لها متعاقبة إذا هذا هو الدليل الأخير ناقص الدليل الأول زائد 1 أي كم من حل N ناقص 2 زائد 1 تعطينا N ناقص 1 حد لمتتالية عددية نوعها مجهول إذن ليس لدي قانون أحسب به هذا المجموع يبقى فقط اجتهادي شخصي إذن حاول تجتهد وتحسب له هذا المجموع هذا الحرف اللي رغم موجوده والحرف U يعني المتتالية U N ماذا قلنا عن المتتالية U N في حالة E C 3 قلنا أنها ثابتة نواصل إذن S N هو مجموع N ناقص 1 حد لمتتالية عددية ما بها ثابتة ثابتة ماذا بثابتة إذن المجموع يكون بسيط ومنه S N ماذا يساوي يساوي E2 زائد E3 للتوضيح زائد E4 وهكذا إلى غاية E1 نظرا لأنها ثابتة إذن يجوز لي أن نعوض كل حد من هذه الحدود بأي حد سواء الحد العاشر الحد الحادي عشر الحد الخمس طبعا المعلوم بالنسبة لي هو E0 لذلك نعوض E0 E2 عوض E0 لأنه يساويه لأنها ثابتة E3 نعوض E0 E4 عوض E0 وهكذا إلى الحد العام نعوض E0 أيضا لماذا لأن المتتالية ثابتة كم لدي من E0 كم يتكرر المرة أرجع إلى هذه يتكرر E0 مثل عدد الحدود كم عدد الحدود N ناقص 1 كم مرة وبالتالي النتيجة ماذا تساوي لكي لا تخطئ أحسب لأنه يقع E0 زائد E0 زائد E0 كرناه كم المرة ثلاث مرات فنكتب ثلاث E0 إذا ماذا يساوي عدد المرات وهو N ناقص 1 في الشيء الذي يتكرر ما هو الشيء الذي يتكرر هو E0 ها كذا ما فهمش هذا يحسب هذون ثلاث ها E0 زائد E0 زائد E0 كم المرات يتكرر ثلاث مرات فنكتب القيمة ثلاثة E0 لو نكملها إلى هذا نكتبها على ذا المرات في E0 يعني كم يساوي سوي N ناقص 1 E0 كم قيمته قيمته ثلاثة ومنه SN يساوي ثلاثة N ناقص ثلاثة وبالتالي نكون قد أجبنا على هذا السؤال ونهاية التمرين فانتظار تمرين أخرى بحول الله في حصة أخرى طبعا دمتم في رعاية الله وحفظه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا